لكن هناك من يقول أن كل الدول العربية أو حتى كل دول العالم غير مهتمة بالشأن اللبناني الداخلي باستثناء فرنسا وهذا كلام يقول الصحافي المتخصص بالشؤون اللبنانية الفرنسية تمام نور الدين وقالوا صباحا لقناة الجديد أنه أساسا هذا الاجتماع إن عقد سيقض على مستوى المستشارين وليس على مستوى الرؤساء وبالتالي مستوى الاجتماعي ربما أقل من التوقعات ثانيا الاهتمام هو يأتي فقط من فرنسا التي في كل مرة نرى أنه إمانويل ماكرون يطرح الأشأن اللبناني في أي مكان يكون موشق فيه أنا برأيي أنه لبنان هو أولوية عند الفرنسيين قد لا يكون أولوية عند القوى الأخرى لأن القوى الأخرى أيضا لها مطالبة ولها شروطة خلينا نتذكر هنا أنه بعد انفجار بيروت مرتين جاء الرئيس ماكرون إلى لبنان وبالتالي طلع حقارة الطريق أصبحت تعرف بالورقة الفرنسية كما نعود نذكر أنه بالقمة السعودية الفرنسية كان لبنان هو الغائب الحاضر أيضا باللقاء الأخير أيضا اللي صار بين الرئيس ماكرون والرئيس جو بايدن بواشنطن كان لبنان حاضر المشكلة أنا برأيي أن الفرنسيين ليس لديهم آلية فاعلة على مستوى الأرض أن يقودوا مبادرة تنمى لذلك هم بحاجة إلى أطراف إقليمية وأطراف إقليمية يعني فاعلة ومؤثرة في الميدان أو في الساحة اللبنية كالسعودية وقطر السعودية وإيران ومصر أيضا ما فيك تغيب مصر هناك كلام أنه بعد انتهاء المونديال على ما يبدو أنه الدبلوماسية القطرية قد تعيد أيضا تفعيل محركاتها كما هو في الخطاب السياسي اللبناني أو باللغة السياسية اللبنانية بشيء يشبه تسوية الدوحة بالعام 2008 ولكن بدون شك أكبر وأضخم وأكثر وأكبر حجما مما كانت عليه الأمور في العام 2008 لأنه الآن اختلف الوضع بشكل كبير برأيك لماذا لا ينجح الحوار الداخلي مرتين دعا الرئيس بالرئي إلى حوار لإيجاد حل الأزمة اللبنانية وتحديدا أزمة رئاسة الجمهورية وبالمرتين لم تلبى هذه الدعوة ولم يكن هناك رغبة من قبل القوى السياسية بتلبية هذه الدعوة وتحديدا عندما نتحدث عن الجانب المسيحي الأحزاب المسيحية القوات اللبنانية تقول أنه لتكون الأولوية لانتخاب الرئيس وفتح جلسات يكون هناك جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس الجمهورية بينما التيار الوطني الحر في كل مرة كان لديه حجة مختلفة يعني خلينا نكرر مسألة دائما من أولى أنه نحن ما في عنا نخبة سياسية في عنا رجال سياسي ما في عنا رجال دولي يعني هل إذا بدك العامل الأساسي الذي يؤدي إلى دفع الوضع اللبناني من مأزق إلى آخر وبالتالي من قاع إلى آخر نحن في عنا غياب تام للرجال الدولي أو شبه تام حتى ما نظلم أحد لكن بالوقت نفسه هناك إذا بدك كمان تفتح قوسين لنتكلم عن تائر الوطني الحر في فقدان ثقة بين تائر الوطني الحر والقوى السياسية الأخرى يعني آخر مشاهد فقدان الثقة أو تدني فقدان الثقة كانت بين تائر الوطني الحر وبين حزب الله اللي كان حكى أنه بعد أيضا يعني ما قال الوزيع يعني بعد جلسة الحكومة الشهيرة بستة هذا الشهر يعني بيّن أنه في نوع من الفجوة الواضحة بين الطرفين ما ننسى كمان أنه يعني تداعيات تفاهم معراب بين القوات اللبنانية وبين تائر الوطني الحر أعطاها بالثقة كاملة زائدة من الرئيس سعد الحريري هج يعني كمان من سقوط التسوية التي عملها مع تائر الوطني الحر بالأي سنة هج أم أريد له أي هج؟ لا يعني بتصور أنه هو شاف يعني شاف بأنه فيه صعوبة جدا بأن يستمر مرشح طبيعي أو رئيس طبيعي للحكومة في الحكومة اللبنانية فأخذ إجازة طويلة حتى لا نقول شيء آخر بس أنا برأيي لا في مشكلة بدون شك عند القوى السياسية اللبنانية قاطبة بس المشكلة كبيرة وربما قد تكون أكبر عند الطيار الوطني الحر اللي يعني عم بحاول بعد انتهاء الولاية الرئاسية للعمادة ميشيل عون أن يتموضع في الموقع في موقع الفاعل السياسي الأول وهذا أعتقد أنه معظم القوى السياسية اللبنانية لا تريد للطيار أن تأخذ هذا الموقع